فنان برحيله أحزن عالماً ليتفنن كل بطريقته في التعبير عن حبه له وتقديره لمسيرة عملاق الساحة الفنية تمثال القامة عبدالحسين عبدالرضى على يد النحات الكويتي بدر علم دار شاهدنا على ذلك طبعاً بدأت في العمل في 28-2017 بعد وفاة المرحم عبدالحسين عبدالرضى بتسعة أيام تقريباً استغرق العمل في مجال النحط تقريباً 40 يوم في 14 تقريباً انتهيت منه وبديت مرحلة صب القوالب في 15 وانهيتها في 17 من بعدها طبعاً المرحلة النهائية لصب العمل كله من البرونز كانت تقريباً ثلاث درجات من البرونز وثلاث طبقات من الألوان أول مرة استخدامها التقنية في عمالي لمسات فن ونظرة دقيقة رسمت ملامح أسطورة أمست بقفشاتها في مختلف المواقف حاضرة ألف إلى ألف ومئتين دولار فمثلاً تمثال المرحوم عبدالحسين طلع تقريباً 18 إنش في حسب ألف على كل إنش عادة بالنسبة لي في مرحلة صب البرونز اللي المرحلة الأكثر تكلفة إذا بتكلم عن تكلفة تقل أو تزيد قليلاً بحدود من 15 إلى 20 دولار أيقونة فن وفنان عكست قيمة راحل بزخم أعماله الفنية باقي زهراء الكاظمي لدلفزيون المجلس